اشتركوا في القناة ولكن دايما احنا كلنا بنقعد نفكر نفسنا معلش في شوية زهق ملال ولكن الحمد لله وشكر الله انه احنا قاعدين في بيوتنا انه ما عندناش حد لقدر الله مصاب ما عندناش حد معزول بعيد عننا احنا قاعدين مع بعض وسبحان الله يعني لما بعود اتأمل كده في الاسعار اللي موجودة انتوا عارفين انه وزارة الصحة نزلت بيان لبعض المستشفيات الخاصة انها تلتزم بيه وفيه بعض المستشفيات طبعا مش بتلتزم بيكون لها تسعيرة يعني مش عايزة اتكلم في الموضوع ده ولكن قصد يقول لكم انه النفس الصناعي سبحان الله لما الواحد ربنا يحفظ حضراتكم جميعا بيحتاج ليه عناية مركزة او لتنفس صناعي بتبقى الليلة ما بين التلت تلاف لسبعة تلاف وساعات بتوصل لعشر تلاف جنيه في اليوم في الرعاية المركزة ده طبقا لأسعار وزارة الصحة او البيان الخاص بوزارة الصحة فتخيلوا ان النفس في الليلة بالنفس عشان واحد ياخد النفس وفي يوم نفس صناعي سبعة تلاف جنيه فازاي الواحد يعني يمتن ويشكر ويفضل طول عمره ممتن لرب العالمين انه ربنا سبحانه وتعالى بينعم علينا بالنفس الطالع والداخل ده الشهيق والزفير طول حياتنا بدون اي مقابل في حاجات كتير فعلا او حاجة بسيطة احنا نتنفس عايشين فمعندناش مشكلة لكن سبحانك يا رب اهو تفصيلة زي دي فعلا الواحد حاس بامتها المهم انه من كتر الاعداء ومن كتر الحبسة سواء مع الكبار او الصغيرين في مشاكل كتير وبشوف ناس كتير قوي بتشتكي على السوشيال ميديا حتى العائلات الحلوة الجميلة اللطيفة اللي ما كانتش بتتخانق ولا بتتشاجر مع بعض دلوقتي بقوا بيتخانقوا وبيتعاركوا وبيحسوا ان المود وحش جدا في البيت ده ليه بقى لان كل الروتين بتاعنا سواء كبار او صغيرين اختلف تماما مفيش تغيير فيه احتكاك مباشر مفيش فصل القوات عاديين مع بعض 24 ساعة متدايقين مكتئبين بنتخاصم بنتخانق ده امر طبيعي ولكن دايما خلوا فيه لمت لهذا التشاحن وخلي دايما فيه فكرة في بالحضراتكم انه احنا قاعدين مع بعض دورنا ان احنا نهون على بعض مش نقعد نزعق ونتخانق ونتنرفز على اي حاجة هونوا على انفسكم وحولوا الحبسة دي او العزل ده او التباعد الاجتماعي ده اللي بخلينا غصبا عننا نقعد في البيت لحاجة حلوة تخلينا نقرب لربنا سبحانه وتعالى نقرب لبعض نستحمل بعض نحس بمشاكل بعض اهو حاجة طبيعية خلت الست تحس بمشاكل الراجل والراجل يحس بمشاكل الست وبالاطفال وكل الفئات العمرية حست ببعض هونوا على بعض بلاش تكونوا حملة قيل على بعض وربنا ان شاء الله يعدي الايام دي واعتقد ان احنا هيجي لنا وقت فعلا هنقول الله فين ايام بس لا يعني فين ايام مش كورونا لا فين ايام اللامة الحلوة اللي احنا كنا بنقعد فيها مع بعض وبنقرب اكتر لبعض فان شاء الله فترة كده وهتعدي وربنا يا رب يعني يخلينا كده دايما قد الاختبار اهو ده اختبار كبير فان شاء الله هنبقى قده وانا نفسي نبقى قده مش بس من الناحية الصحية وان احنا نخلي بالنا على نفسنا وعلى بعض مش بس كده لأ خلوا بالكوا كمان من ناحية المعنوية هونوا على نفسكوا باذن الله المرحلة دي ما تجيش تاني ابدا ومتبقى مرحلة فعلا يعني نتعلب منها ونستفيد منها وان شاء الله اللي جاي احلى وصباح جديد صباح سعيد في ساعة جديدة وساعة صبحية ترجمة نانسي قنقر شكرا